هدى من بغداد تقول بالنسبة للفحص الطبي اللي يسويه عند الدكتورة النسائية هل يوجب الغسل عند إدخال الجهاز داخل الرحم وهل يبطل الوضوء هدى بارك الله فيك بالنسبة لما تجريه الطبيبة من فحص مهبلي في الرحم هذا لا يوجب الغسل بارك الله فيك لا يوجب الغسل لكن توضئي احتياطا لأنه العلماء ينصون على أن كل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا فإن فيه الوضوء فإن فيه الوضوء وهذا شيء خرج يعني هو وصل إلى الرحم ثم خرج ولذلك بارك الله فيك تتوضعين ولا تغتسلين